ويخرج من الباب العريض لما درت هذا النداء نسمه نداء إلى رئيس الجمهورية هل تصل بك من رئاسة أو الحاشية التاو أو بعض مستشاريه؟ الحق أنه لا أحد يتصل بي أنا نصحت رئيس بودفريقا من باب النصيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالشعب الجزائي خرج في حراك واحد كلمة واحدة ولي يقول لك أن أنا لأخرج الشعب الجزائري يكذب والله كانت حركة ربانية حركة ربانية أن يتافر 25 مليون إنسان في ليلة الجمعة المباركة باش غدوة يخرجوا بكلمة واحدة على قلب رجل واحد لا يمكن هذه وره لي يقدر يحرك هذه الملايين وتخرج كلها من المساجد فأنا رأيت يعني لابد أن أقول كلمة الحق في الموضوع أعلى لأنه ألمني أن تيار واحدة أخر في الجزائر تيار واحدة أخر مدخلي خرج فتوى أن المسيرات بدعة وأنها حرام وأنها ليست من أخلاق المؤمنين وأن كل هذه الملايين التي خرجت تقول كلمة الحق كلها من الخوارج الشعب الجزائر أصبح من الخوارج أصبحنا مبتدعة وعلى ظلال فإذا سكت حرام علي لأن تأخير البيانة عن وقت الحاجة لا يجوز كلا بد أن نقول كلمة الحق فدعوت الله أن يوفقني لأن أقول كلمة الحق فنصحته لأنني أنا أجلس على كوسي النصيحة ليس على كوسي السياسة ولا كوسي الفضيحة نصحته أن يصلي ركعتين في المسجد الأعظم وكل الشعب يصلي وراء وإذا يطلب الدعاء وبقى على أخيه يا شعبي 27 سنة حكم انتهى خلص وبقى على أخيه وهذه النصيحة لو عمل بها يخش من الباب الواسع